بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام سنة يغفل عنها الكثير في يوم الجمعة رغم عظمتها وفائدتها الكبيرة وهو ثواب قراءة سورة الصافات في يوم الجمعة فعن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال من قرأ سورة الصافات في كل جمعة لم يزل محفوظا من كل آفة ثنيا مدفوعا عنه كل بلية ثلاثا مرزوقا بأوسع ما يكون من الرزق ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان الرجيم ولا جبار عنيد هذا الثواب الجزيل والعظيم والمتعدد الفوائد والكثير يعني عندما الله سبحانه وتعالى يقول تعيش وأنت محفوظ من كل آفة من كل آفات الدنيا تمر على الناس ولا تمر عليك ولا على عائلتك الله يدفع عنك كل بلاء هذه الابتلاءات الكثيرة الذي يشعر فلان بأني كثير البلاء كثير المشاكل كثير المعرقلات يقرأ سورة الصافات عفوا في كل جمعة كذلك يكون مرزوقا بأوسع ما يكون من الرزق الشخص الذي يعاني من قلة الرزق أو لم يجد عملا أو ليس لديه وظيفة ليثابر على قراءة سورة الصافات في كل جمعة بعد ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه أي أنك تعيش في دولة مضطربة من الناحية المالية والاقتصادية وفيها مشاكل وفيها كذا الله سبحانه وتعالى يستثنيك يحفظك والله خير الحافظين يحفظ مالك ويحفظ ولدك ويحفظ بدنك من كل سوء كذلك ويحفظك من كل شيطان الرجيم وجبار عنيد من الناحية المعنوية الله لا يجعل عفوا لا يجعل للشيطان عليك سبيلا وكذلك من الناحية المادية والحياتية والواقعية يبعد عنك كل شخص يحاول أن يظلمك أو أن يؤذيك سواء في مكان السلطة سواء كامل الجيران والأهل والأقارب وغير ذلك فهذا هو ثواب قراءة سورة الصافات ومعلى سف كثير من الناس ينشغلون في يوم الجمعة بغير أمور وهم غافلين عن هذه السنة التي فيها الكثير من الثواب هذا ما ورد في كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين صفحة 374 برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام ترجمة نانسي قنقر